في ظل استمرار جهود حكومة اقليم كردستان وخاصة الكابينة التاسعة التي يترأسها السيد مسرور بارزاني وبجهود حثيثة من قبل السيد ملا مصطفى مسعود بارزاني المشرف العام لمنطقة بارزان في استحصاله موافقة حكومة الاقليم تم تنفيذ مشروع تبليط شارع منفذ زيت الحدودي في ناحية شيرواني مزن التابعة لقضاء ميرغسور هذا المشروع بناء على توصيات السيد ملا مصطفى مسعود بارزاني وبإشراف قائم مقام قضاء ميرغسور تم تنفيذ مشروع تبليط الشارع الاستراتيجي وبكلفة مليارين وخمسمائة مليون دينار عراقي وبطول 12 كيلو 700 متر أهمية هذا المشروع هو يعتبر جسرا رابطا بين قضاء ميرغسور وقضاء روباروك وحيث تربط بينهما علاقات اجتماعية وكذلك يكون جسرا رابطا بين حكومة الاقليم وتركيا مدة هذا المشروع خمسون يوما كحد أقصى لإتمام هذا المشروع الذي يربط اقليم كردستان بالجارة تركيا وله أهمية كبيرة من الناحية السياسية والتجارية ويربط بعض القرى والنواحي بقضاء ميرغسور بالرغم من كل العلاقين التي تواجه حكومة اقليم كردستان ولكن لم تقف أمام تقديم الخدمات إلى مواطنيها ومن ضمن هذه المشاريع في ناحية شيرواني مزن هو إقساء الطريق الرابط بين اقليم كردستان وتركيا نحن منذ بداية المشروع انجزنا 80% من هذا المشروع والآن بدأنا بتبليط الشارع وهذا المشروع له أهمية استراتيجية كبيرة طول الطريق 13 كم بين اقليم كردستان وتركيا ويخدم أبناء هذه المنطقة من ناحية نأمل أن تكون هذا المعبر حلقة وصل أخرى في تنمية التجارة بين البلدين كذلك يعتبر هذا المعبر إنجاز آخر بإضافة لأسسلة الإنجازات التي قامت بحكومة تقليم كردستان نشكرها جزيلا شكر ويعتبر جزء من الوفاء للأهد الذي قطعتها على نفس حكومة تقليم كردستان لتقديم الخدمات لمواطنيها إن حكومة إقليم كردستان وبالرغب من العراقيل والأزمات المالية التي اختلقت في إعاقة عمل الحكومة ولكن لم تقف أمام الحكومة من أجل تقديم أفضل الخدمات إلى المواطنين لكونها حكومة الإعمار والأفعال وليس الأقوال مخلص ميرو زا جروس تيفي قواء ميرغسور